اشتركوا في القناة حان الوقت لاستحابه إلى المركز الاجتماعي المجاور غدا ولنرى ما العمل التبول اللا إرادي هو ظاهرة عادية عند الأطفال تحدث عند البعض منهم أثناء النوم إلى أن يتعلموا كيفية السيطرة على المثانة حتى عمر الخامسة هذا أمر طبيعي ولكن في مراحل عمرية متقدمة قد يكون ذلك مؤشراً لعوامل نفسية ضاغطة أو عضوية بيولوجية كالسكري، التهاب البول أو مشاكل في المجاري البولية لقد زرت أكثر من طبيب والكل أكدوا أنها ليست مشكلة عضوية إذن على الأغلب هذه نتيجة لحالة نفسية أو للقلق بشكل عام أو سوء معاملة أو تعرض لصدمة نفسية سيدتي، يجب أن تعلمي أن التبول اللا إرادي يسبب فقدان الثقة بالنفس لدى الطفل والانطوائية في بعض الأحيان لذا يجب الامتناع عن معاقبة فادي فهو لا يقصد الإزعاج لا بل إنه حزين وخجل ويحتاج للدعم حسناً، وما العمل؟ ما الذي يجب أن أفعله أيضاً؟ لا تلبسيه الحفاظ ليلاً كي لا يعتاد على التبول فيه وليخفف من شرب السوائل قبل النوم كما يجب إيقاظه للتبول عدة مرات وطبعاً، عليه متبعة العلاج النفسي هنا حيث يمكنه التكلم عن مشكلته بصراحة دون الشعور بأي إحراج أو ملامة أنا سعيد جداً لقد غلصت من هذه المشكلة أظن أن الجميع نسياً أنني كنت أعاني سابقاً من مشكلة التبول اللا إرادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة